انا جميل ان احنا نبقى قريبين من اولادنا جميل ان احنا نصاحب اولادنا بس احنا وبنصاحب اولادنا لازم يكون عندنا معايير جميل جدا ان احنا نكون قريبين من بعض لكن المحافظة على حدود الاحترام بيعلم اولادنا ازاي يدل كل حاجة قدرها وما تبقاش العلاقات كده في هذه السيولة وفيها تكريس في الانسان انه مفيش حدود يعني البنت لو ما تعلمتش ان هي بتتعامل مع ابوها بادب وباحترام هتروح تتبسط مع اي رجل في الرجالة يبصوا لها ان هي مبتزلة انا بقول لكم اللي الدراسات بتقولوا انا بقول لكم اللي بيحصل في الناس لانها متولية بتجيب بعضها ففي العلاقات مهم جدا ان الاولاد يتعلموا الاحترام في البيت ويتعلموا الحب والحنية في البيت ايه اللي اشكال في ده فهوما لما يقول بابا وماما ده معناه ان بابا وماما مش اصحابي لا بابا وماما اصحابي وبشكل لطيف خالص وانا هسألكم بعد تاني انا ليه احرم الاولاد ان هما يحسوا ان هما ليهم دور في حياة ابوهم وامهم ان هما ينادوهم بالابوه والامومة ان يتخلي الاباء والامهات حسين بالجميلة للاولاد هو الاولاد لما يسشيلوا لفظ الاب والام الاباء والامهات يحسوا ان هما ابو وام ازاي ما يحسوا ان هما ما عندهمش مسئولية وقد يكون ده ليه تأثير سلبي بعد كده على قيامهم بقى دورهم ولكن السؤال هل معنى كده المفروض نكون اسين او نربي اولادنا بقسوة ابدا خالص حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا ما كان الرفق في شيء الا زانة واحنا ملتسمين بدا وما نزع من شيء الا شانة فالرفق ان احنا نديهم مساحة من الامان ومساحة من التعبير بس ما حدش قال ان التعبير يبقى تعبير مبتزل احنا بقى عندنا التعبيرات المبتزلة شيء عادي يتقال في اي حتة وفي اي مكان بدون جرأة بدون كسوف الناس بتعبر تعبيرات مبتزلة حتى عن ابوه لما يقوله الراجل ده مثلا الراجل ده تعالى قد حاله يعني على الله حكايته انا قاسف يعني على التعبيرات دي ده بيقوله على ابوه اه او مثلا يقوله يا سيدي ست ده قاديم ما لقاش يعني ما لقاش ما لقاش متفهمش في الحاجات دي بيقوله على ابوه بيقوله على ابوه ببساطة كده لكن كمان مش نوافقهم على التعبيرات دي ولا لحد ما يتصابوا بالاخترار ونبقى مش عارفين نتكلم معاهم ما هو ده هي قدي الى ايه انت معلش اسكوت انت بقى ما انت ما تعرفش اسكوت انت يا ما انت ما ايه ايش ده الراجل بالحياة واللي فيها ما هو لازم يقولهم اسكوت انت واسكوت انت لان هي ده التعبير الطبيعي بيعمل كده في الشارع بيعمل كده مع صحابه بيعمل كده في اي حتة بيعمل ايه كده هل انا بتكلم كده دلوقتي عشان عشان نعب لا انا بتكلم عشان الاولاد هيصال لهم ايه الاولاد هيبقوا بلا شيء يمكن ان نسميه رمز بلا مقدس بلا مطلق هارفين ازمة الدردحة اولادنا هي ايه ازمة الدردحة اللي شكلتها وسائل التواصل الاجتماعي بالانفتاح غير الرشيد هي اكتر شيء هيسبب لنا السيولة فالاولاد مش هيقدروا يكون لهم مرجعية او لهم عودة لشيء هارفين ليه لان هم حاسين ان كل حاجة شبه بعضها فيرجعوا لمن فاستلم بقى استلم بقى السيولة في الدين استلم سيولة في الاخلاق استلم سيولة في الزواج سيولة سيولات كلها فإيه اللي حاصل فما فيش شيء ممكن نرجع لكن في بعض الاحيين بنكون احنا اللي شكلنا ده عشان نهرب من ايه نهرب ان اولادنا يوسمونا بان احنا ده قديمة او ان احنا بنهرب ان احنا من وصمة اولادنا ان ابننا خجول كأن الخجل حاجة عيب يعني الخجل بمعنى الحياة مش عيب لكن الخجل بمعنى ان الواحد يبقى حاسس ان هو ما عندهش نعمة من ربنا فيحس ان هو عنده نقص وما ينفعش يتكلم ويدداره هو دي المشكلة فاحنا عشان نقرب بقى من مسألة الخجل ده نخلي الاولاد يتدردحوا بهذا المعنى ونعملهم تمرين على التدردحة بهذا الطريق صحيح الخجل صفة مزمومة خاصة في عصرنا ده لكن مش المقابل للخجل الجرأة انا اسف انا اسف جدا 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 مش مقابل ان احنا ننجى اولادنا من الخجل اللي هو الانزواء البجاح ابدا فيه مصطلح دلوقتي كان اسمه البجاح اتشال ده راح لكن المقابل بتاع الخجل بالمعنى السلبي هو الشجاع مع الحياة الخجل هو ان الانسان ما يكونش واسق من نفسه خايف يعبر عن نفسه لكن الحياء يا جمال الحياء الحياء ده صفة تثبت في الانسان الشجاعة وتخلي الانسان صحب ثقة في النفس لكن مع الوقوف عند حدود الاخلاق والقيم والاحترام وتخلي الانسان كريم حاسس ان هو كريم وعشان كده حضرت النبي بيعلمنا بقى مركزية صفة الحياء في الحياة فمرة مرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بيعز اخاه في الحياء يقول له يا اخي يعني عايز دردحه يعني يبدو ان هو عايز دردحه برضو فحضرت النبي قال له دعو عايز درددحه بالمعنى اللي هو يخرج ده فقال دعو فان الحياء من الايمان وبرضو حضرت النبي يقول دعو فان الحياء لا يأتي الا بخير ترجمة نانسي قنقر